معروف سلمة بوقت تجي الشتوية الأشخاص كلها ممكن تكنكن بالبيت ممكن هالشيء يؤدي لزيادة بالوزنة هاي الحالة تسمى اضطراب العاطفة الموسمة فيها الأشخاص بيقعدوا بالبيت وممكن هاي القادة تزيد عندهم السنة ويصير عندهم اضطرابات جسدية كمان فشو هي المعلومات الصحيحة اليوم يلي رح نصحها يا سلمة صحيح يا عفافة ومثل ما بنعرف كمان يعني بخلال هذا الوقت بيتراجع شوي نشاط الأشخاص وبيزيد أكلهم بفصل الشتاء وبيميلوا كمان لأكل السكريات والحلويات لأنه بتعطيهم طاقة أكتر وبيحسوا أنه هنين حابين يعكلوا أكتر وبالتالي بيزيد مستوى السكريات بالجسم وتغزينها وممكن هاد الشيء قدي للسمنة لهيك بالشتة دايما منقول الشتوية بنسمان وبالصيف بننحف بنعمل رياضة وبناكل أخف اليوم رح نتعرف على كل هالمعلومات مع دفتنا نيسارت معنا بالستوديو أخصائية التغذية العلاجية داليا حسامو صباح الخير وحبكم يا رب يساري صباح خير داليا وانتي بألف خير يساء الله تكون سنة خيرة علينا يا رب آمين سهلا خلينا بالبداية نعرف السبب الرئيسي وراء يمكن فيه كتير معلومات خاطئة انه ممكن الاعداء ممكن الاكل كتير إلا ما يكون فيه شي هيك سبب مجهول وراء السنة خصوصا بفصل الشتاء تمام مثل ما حكيتي بالبداية هو موضوع الحالي النفسية يلي حكيتي عنه الأكل العاطفي دائما الجو وقت بيكون بتنخف الدرجات الحرارة العالم هيك بتفوت بيموت شوي اكتئاب فبيرتفع هرمون الكورتيزول يلي هو مسؤول عن الاسترس التعصيب وهيك فبصير الشخص بده يفرغ هاي الطاقة كيف يعني هو باعتقاده هو إذا أكل هو رح يرتفع عنده سيروتونين ورح يتحسب مزاجه بس هو بالعكس نحنا مفوت هيك بحلقة مفرغة هو بصير عنده زيادة وزن تخلصوا الشتوية بيجي بيقول لا أنا كيف بدي روح هالكيلويات اللي نزلتون وبنفس الوقت انه ما كتير عم بيقدروا العالم يطلعوا من البيت هلأ برد وما عم بيعبوا رياضة ما عم بيتحركوا مثلا بالصيف مثلا ممكن انه الواحد يتحرك أكتر يتنشط أكتر ينزل على النادي يعمل اكسرسايز أكتر فكلمان هيك هو الحرق عنده بيكون أحسن فبالدرجة الأولى هو المزاج تبدلات المزاج هاد الشي اللي بيأسر حتى لو أنا كنت عم باكل نفس الأكل بالصيف أنا بحرقه لأنه لما بيرتفع الكورتيزول ونحن بيصير تخزين الطعام بشكل أكتر وطبعا لما بتنخف الدرجات الحرارة شخص بيتوجه للسكريات للشغلات اللي ريح تدفيه بسرعة هو باعتقاده بس نحن هلأ رح نذكر أصناف غذائية هي رح تعطيني طاقة ورح تعطيني دفع من دون ما نسمع يا سلام هذا أهم الشي خلينا ننتقل داليا لموضوع تاني كمان له علاقة بتغيير العادات الصحية والنظام الغذائي والاستيقاظ والنوم يعني نحن بنعرف الشتاء الليل أطول الليل أقصر عفوا من الصيف فبالتالي ناس بتحس أنه لأ أنا بهذا الوقت بدي يعني فايق أكتر بدي أكل أكتر بدي هاي التغيير كمان هاد بيأثر على الكسب الوزن أكيدا هو عنده وقت بالليل هذا الوقت فاضي قاعد ما عم بيعمل شي يعني بالعادة مثل ما خبرتك ممكن رياضة وممكن مشاوير وممكن قصة يعني هون هذا الوقت فاضي فهو شو بدي عم يتياكل بس نحنا بإيدنا نحنا نتحكم بموضوع الهرمونات أنه نحنا كل ساعتين نعطي سناك صغير ونركز أدما هون بيتنظم موضوع هرمونات الجوح والشبع يعني أنا هيك ما عطب بروح مثلا الأنسولين بينزل كتير هرمون الجوح هرمون الليبتين القرلين هالأصاص هدور بصيروا بيتنظموا وأدما فين يركز على السكريات المعقدة يعني مثلا مثل الحبوب الكاملة الشوفان مثلا البرغل بس بكميات قليلة لأنه هي بتتحلل بالجسم ببطء فبطعتي طاقة لفترة أطول فالجسم معطب بيطلب أكل بكل ساعة أما أنا إذا رحت مثلا على الشيبسات على الشوكولات على الحلويات فهيك الاندكس عم بيطلع وينزل بسرعة مؤشر سكر الجسم فهيك الشخص بديو يضل عم يأكل يعني أنه نجيب مثلا كيلو حلونا بالسيو نعاد نأكله بالشاتوية هاد يعتبر شيء هادا كارثة هادا كارثة مثل ما حكيت أنا كل شيء سكريات بسيطة حلويات هي عم ترفع مؤشر سكر الجسم بسرعة وينزل بسرعة فأنا ما أعطتني طاقة فأنا هون بركز على الحبوب الكاملة على البقوليات على الشوفان على الكينواء كمان هلأ كتير يعني هي من زمان موجودة بس نحن هلأ صار عنا شوي سقافي إنه هي كتير مفيدة هي بتضبط الشهية وهي فايبرز دائما حاول أدمع فيني ركز على الألياف الألياف هي بتعطي امتلاء بالمعدة فالشخص ما عطب يطلب ركز مثلا على مثلا الخضروات الجزرية مثلا مثل البطاطا الحلوة هلأ كتير هي خيار جيد وبنفس الوقت هي بتدفي بس والله ما بتشبع البطاطا حلوة يعني غير وقت بيكون قدامك صح لنا بنسيو خلينا نعرف شوي كمان عن العادات الخاطئة يلي ممكن نعملها ونرتكبها هلأ العادات الخاطئة مثل ما حكيت أنه مثلا العالم متعودين هلأ صح لبزورات المسا صح الحلو مثلا الشيبس مثل ما حكيت عند الأطفال مثلا هذا كتير أنا هون أنا عم لأقي مشكلة صراحة يعني بيجيني الطفل مثلا نحن عم نعطيه نظام هو عم بيروح مثلا عم بيأكل هدول السناكات طيب البديل يعني اليوم نعرف نحن نعرف نحن أصعب هو الطفل تمام غير اللي كبار الطفل دائما بنحاول نبرمجه يعني في ناس بتعمل لهم شيبس بالبيت شيبس طبيعي تمام أنه أخف شوي يعني بس أنا بالنسبة لإلي أنا بالنسبة لإلي لأنه بديو يضلتي بفرايينج على هلأت طيب بوشار طيب بوشار أنا خيار جيد خبرتك عنه بالأخير هو كمان عم بيتسلى فيه الطفل بس بنفس الوقت هو شي مو فيه الدرع يعني أما الشيبس عم بيكون مقلي بزيت مثلا ممكن يعني ما كتير صحي ما نوهيلسي للطفل فلما بيك تعطيه الوجب بالأساسي هو ما تقدر يتقبله صحي فهون صار فتنة بمود تاني فتنة بمود تغذية بمالة ريشن كنتي عم تخبريني على العادات الخاطئة يلي عم تصير أنه الشخص كمان ما عم ينزم وجباته هلأ دائما أنا حتى ما بفصل الشتاء حتى بكل الفصول عدم تنظيم الوجبات أنه أنا أتناول يوميا خمس وجبات وسناكين أو ست وجبات حسب كل شخص هذا الشي بينزم له هرمون الجوه والشبع فهو هيك مستويات السكر تتنظم بجسمه فهو هيك ما عطي يتوجه لشغلات سيئة وجبات بس الشرحي للناس المجبات لأنه في ناس بالوجبي عندها صح نهل الأدد تماما بالضبط إذا أنا عم بفتر فطور نظامي هو بيحتوي على جميع المغزيات الضرورية اللي هي بتحتوي على مثلا الحبوب الكامل على البروتينات على الدهون الصحية مع حصص الفواكه والخضار ورجعت أنا مثلا تغديت غدا كمان نظامي وعشا نظامي فهيك أنا معت جسمي خلاص توازن يعني أنا معت بحاجة أني أتوجه لشغلات تانية أبدا وخصوصا مشتقات الحليب والألبان مثلا هاي كتير العالم تغفل عنها تنسى الحليب كتير هو خيار صحي طبعا للأشخاص اللي ما عندن نفخها نستبدل لهم نياب اللبن طيب والأشخاص اللي كمان خلينا نقول أنه بأقل تكلفة يقدروا يسبتوا وزن خلال فصل الشتوية وما يصير عندهم بنفس الوقت خمول يعني بالشتوية كلياتنا تلاقيها عمصير فيه دام هلأ شربت العدس هي أحسن خيار صراحة بتنشر تمام ما بنشر بتعطي شعور بالدفا وهي فيها فايبرز وبروتين البروتين أنا دائما بركز بديل لحمية بتضبط بديل لحمية هو بلس أنه بيحفز هرمون الليبتين هرمون الشبع فهيك الجسم انضبط يعني أنا أكلت وجبة شربة عدس مثلا مع عصرة ليمون استفدت من الحديد ومن البروتين ومن الفايبرز فأنا غذاء صحي يعني يعني أنا هلأ يوميا بنصح أي شخص شربت العدس تكون طبق رئيسي حتى يمكن بيقولوا أنه ممكن يضيفوا عليه رشق كمون للي عنده كولون أو بيضايق بتخفف مرضى الكولون ممكن حكينا عنه سابقا في عالم بيضايق ومن العدس وفي عالم لا ما بيضايق والخيار الثاني شربت الشوفان في عالم ما بتتقبلها كتير بس أنا كتير بنصحهم فيها لأنه هي كمان خيار كتير جيد هي يعني هي في ناس بتعتقد أنه هي هاي كالوريز بس هي لا هي لو كالوريز إلى حد ما لأنه هي عم تعطيني كمان شعور بالامتلاء وشعور بالدفع وهي كومبليكس شوكر مستكريات المعقدة اللي بتتحلل بالجسم ببطء فبطعطي طاقة لخمس ست ساعات أكيد طيب داليا خلييني أسألك عن شغلي كمان خلال هذا الوقت خلينا نروح إذا بنا نحكي شوي عن الأنظمة الغذائية بالشتاء للناس اللي عندهم أمراض طيب نحن عم نحكي بشكل عام إنه شو النصائح اللي أنت بتنصحي طيب في ناس مساء ممكن يكون مرضى سكري مرضى ضغط يعني بعض أنواع الأغذية ممكن ما تلائمون فينا كمان نحكي وهنن أورادي بيأخذوا خمس وجبات أكيد بس خلينا ناخد كل المرض لحال عرفتي بشام ما كتير يعني يصير فيه تداخل منبلش بمرضى السكري هلا مرضى السكري الطيب 2 هني هون أكتر شي نحنا مقدر شوي نتحكم بغذاء أكتر بالطيب 1 الطيب 1 هني فيه جرعات أنسولين وهي كمان منقدر ننظم لهم بس الطيب 2 نحنا منقدر نضبطون أكتر شوي لأن الطيب 1 عم يصير عندهم هبوط يعني عم يتفع السكر كتير وينزل حسب جرعات الأنسولين هي بده تنظيم غذاء لحاله الطيب 2 نحنا متى ما نحنا وقت بدنا نحسب مثلا سعرات حرارية لمريض سكري نمط ثاني يلي هو هذا النمط الثاني هو بيصير أكوردين يعني لنمط حياة خاطئ بيصير في أنسولين رزيستن فهذا أنت هون ننظمي له حصص النشويات يعني مثلا إذا مثلا مريض وزنه لنقول سبعين مثلا فاحتياجاته اليوم وطوله مثلا لنقول مية وستين خمسة وستين يعني هيك شي تقريبا فاحتياجاته اليومية مثلا نقول ألف وخمسمائة حريرة لا يحافظ على وزنه فأنا هيك هون بنظم له حصص النشويات يعني إحنا بنعتبد أنه بنحط خمسين بالمئة حتى لمريض سكري بدي أخذ نشويات بس نشويات معقدة يعني مثلا شربت العدس منيحة لإله تمام هي ما فيها كتير كربوهيدرات سكريات ما بترفع له السكر الشوفان منيح لإله بس بكمية يعني كتير بدي ركز عن موضوع الكمية الخبز الأسمر مثلا أنا بحط لون رغيف أسمر صغير الصباح ورغيف أسمر صغير المسا ممكن أحيانا كمان البطاطا بس كمان كتير بدي انتباه عن موضوع الكميات يعني السيرفينج والحصص ما في شي عشوائي فهي شغلات بتعطيهم طاقة المكسرات كمان كتير منيحة لإله بس كمان بحصص هلا المكسرات ما بترفع لون السكر هي كتير منيحة لإلون دهون صحية كمان تعطيهم قوة ومشار المكسرات الموم ملحة الموم ملحة تماما بالضبط يعني النية اللوز مثلا الجوز هالقصص ممكن ناخدها كسناكات طب خلينا هلأ والبرغول والإفريكي خلينا ننتقل ل مما أنه خلق خلصنا من شاربة العدس يمكن المشاهدين كلهم هلأ بس تمطر الدنيا شوي كلوب ينتقل على الشجر هذا البروتوكول بروتوكول الشتوي خلينا نتقل للنشاط البدني الواحد بالشتوية عنده خمول وقصاص ممكن يقلي المروه يروح على الجيب مثلا أو حتى يعمل لرياضة يمشي حتى شو هون النصيحة اللي لازم نحنا متبع لحتى هيك شوي يعني إذا ما نقدرانين لهون ولا هون شو نعمر تمام هلا أنا بهذه الحالة بالمنموم يعني أنه الشخص يعمل رياضة بالبيت تمام يعني ما لأنه موضوع أنه شخص مثلا متعود كل السن عمل عب رياضة وإجاب يهل تلت شهور هو نفس المدخول نفسه يعني هو بيجون عني ويقولوا أنا أنا ناكل نفس الأكل بس ليش عم نسمن لأنه أنت ما عم تتحرك أنت قاعد مكنكن وعم تتسلى بالأكل يعني أكيد بتكتسمع حتى لو كانت اختياراته إلى حد ما صحية فأنا بنصح شو الرياضات اللي يعمل بالبيت مثلا مثلا هلأ تمارين يعني فين يقول مثلا فين واحد مثلا يفتح أي يوتيوب بس يركز على الكارديو الكارديو اللي هي فيها حرق عالي وشدة عالي يعني اللي هي بتسرع دقات الألب فهون بزيد معدل الحرق حتى الكبار للسويدي تمارين للسويدي الكبار بالسنصر ويعملون لهم علاج فيزيائي وهنا نايمين عم تخط يعني يعطوهم رياضة لبعض الحركات لكل الجسم منذهم ما ينزلوا ويتحرصوا يعني رياضة مع الأكل مع كل شيء مع بعض في نقطة مهمة كمان حاب يذكر كتير فيها المي 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 كتير بينسوها بالشتوية لأنه جسم ما بيطلب ما بيتعرق فبينسوها يعني أحيانا في أشخاص تقولك أنا بشرب كاستين باليوم بس طبعا المي هي بتدخل بموضوع الاستقلاب تدخل بموضوع الحرق فهاي بيغفلوا عنها شوي فأنا لا حتى بالشتوية أنا بدي أشرب مي يعني فكرة ومعنا نتلعب رياضة صحيح وبيجوا بقولوا أنه مثلا نشربها من المنبهات نشربها من المشاي الأخضر لمثل أهول لا بدك مي بيور فهاي كمان تأثر على موضوع الاستقلاب المشربات التالية مو بديد مي الصافي هي كتير بتأثر الأشخاص اللي بالشتوية بيشربوا مي أكتر أنا بالصيف بنصى المي بس بالشتوية بيشرب مي كتير هلا إلى حد ما يعني أنه بيشربوا مي أكتر بالشتوية ما في ضرر للمي بس يعني في تسمم مائي هم فوق لثلاثة ممكن يكون هم جسم بحاجة أكتر أو مثلا شي عارض معنو منيح مثلا هلا لما الجسم كتير بيطلب مي هم نتوجه للسكر مثلا إذا فيه كتير عم بيطلب مثلا مي وعم يصير فيه خروج هم نعمل تحليل سك بس إن شاء الله ما في شي يعني هو عرضية بس لأ لأ يعني أصليك إذا كتير جسم عم بيطلب مي بشتوية حسرا أكتر من الصيف هلأ هاي حالة شوي نادرة هي بتصير معيك أيوانا تصير معي فقلت لأ بطمنا وضع يعني يعني لحد الأدة هو شي نسبي لأنه أنت عم تقولي كتير أنا بس صيف بنصل مائي بس للشتوية لأي حد أنت عم توصلي يعني تقريبا بالليوم شي ألنين ثان ثلاثة على غير العادي أنا بنصل مائي وما عم تلعب رياضة؟ أبدا؟ نعم نمشي يعني شوي ايه بجوز أنت جسمك بيطلب أكتر عندك التصريف أكتر من غيرك بجوز لأنك أنشط تطلع على شغلك بتروحي بتجي بتعطشي غير اللي قاعد بالبيت اللي قاعد بالبيت ما نمتذكر وعن جد صدقا فيه ناس ما بيحبوها يعني بلاقي صعوبة هون بقولوا نحطوا لها ليمون ما عليش بس أنه ما هم تشربوها صحيح ويمكن لهيك دائما نعطيهم تنويع أنه الديتوكس اللي هو كتير انتشر الفترة الماضية كمان لناس ما بيحبوا الماء منحاول شوي أنه نعطيهم خيارات شبديلة بسيف متعودين منحطوا خيار ليمون التعنى بشتها نفس الشي ولا لا لا نفس الفكرة تمام بس بشتهم هون شوي منركز على المشاريع بالساخنية مثل الكمون لأنه بصير فيه برد وبيصير فيه نفخة بس أنه الماء أنه فينه الواحد يحط معها ديتوكس عادي يعني بالعكس ما بيأثر لا أبدا ما بيأثر بالعكس بيعطينا شاط وطابس أنه ينحفوا أنه هاي فكرة أنه الأشخاص أنه مساء عم بياكلوا كل النهار ولا عم نشرب ديتوكس يعني نعم ننحف لها أكيد هي بتساعد أكثر غلطة داليا بيوردك بيجي لعندك ناس بيعملوا دائما بتشوفيه كثير شائع وخصوصا بالشتوية بالشتوية أنه هني أحيانا لا عم بيفطروا ولا عم بيتعشوا عم بيركزوا على وجبة وحدة وخلالها التخبيصات يعني الحلو الاسناكات الشيبسات الشوكولات هالقصص فهني ما أهملين هدول الوجبات بالشتوية كمان عدم تنظيم الوجبات وعدم تنظيم النوم كتير مهم موضوع النوم نحنا ما ذكرناه هذا لأنه هرمون الميلاتونين كمان هذا كتير بيصير في اضطراب أحيانا بموضوع الشتوية نظر لتغير المزاج فهذا الشي كمان عم بيأثر عندهم في أمن الناس كمان ما بدنا ننساها عندهم غدة كان قصور خلينا نركز على اللي عندهم قصور كتير بيعانوا من السمنة وممكن أن يعملوا كتير دايت كمان ما يستفادوا مع أنه المعدل ممكن يكون طبيعي فليش ما بينزل الوزن هلأ مرضى القصور هني بالدرجة الأولى أكيد راحوا طبيب غدد وتعالجوا وإذا الهرمون ما نهوم انتظام بده يرد يراجع الطبيب ليرفع له الجرعة أو ينزل الجرعة يعني هو حسرا آآ أنت عم تقولي أنه الهرمون ضابط وهني ما عم ينحفوه تماما يعني معدل غدة عندهم طبيعي مثلا ثلاثة اللي عندهم قصور تماما يعني ضمن الحدود الطبيعية لأنه هني أساسا كمان عم يخبصوا يعني ما نهم ملتزمين طب إذا في التزام بس إذا ملتزمين ببرنامج طبيعي ببرنامج صحي ومضبوط يعني هو أكتر شي موجود بالسمك موجود بملح الموية وذلك ما كتير من ركز عليه بس أكتر شي هو بالسمك موجود يعني إذا قدر الواحد يمرق له مثلا مرة بالأسبوع ماشي الحال يعني موجود كمان بالشوفان اليود وبالدرق ممكن يتأخذ اليود اللي بالصيدلية كمان الصبلمان تمام لأنه يدخل بتركيب هرمونات الغدى الدرقية TSH يلي هي مسؤولة هي هرمون الغدى الدرقية TSH فهو الدكاترة بيعطوه بيعطوه أنه معود بس أحيانا في أشخاص بس أنا حسب وزنهم ممكن أنا دائما بقلهم راكبوا الهرمون إذا طبيعي إذا ما نهو طبيعي بدك تراجع دكتورك ليزبط لك بس أنا هون بمشي على برنامج سعرات حرارية فأكيد بينزل بس هوا ما بيكون عرفان هاي التفاصيل يعني طيب خلينا بالختام قبل ما نختم معنا دقيقة الفيتامينات التي هي يعني فينا نقول صارت مرض العصر عند الناس بطبط مكملات الغذائية مكملات الغذائية وللأسف في كتير ناس كمان هلأ عم نشوف عم بيعانوا الأغلبية مختلف الأعمار من نقص فيتامين دال تمام وناس كتير عم تفكر تأخذه بشكل مستمر والأطباء حتى بيقلوا لك أنه خديه دائما يعني على طول أنا ضد هاي الفكرة صراحة سلمة لأنه نحن هلأ الفيتامين دال هو المنحل بالدسم تمام هلأ ما في أشخاص عندهم زيادة صراحة مشان نكون واضحين ومنطقين بس أكيد لكل عندهم نقص أغلبية حتى لو أخدوه ما حيصير عندهم تكسست يعني نعرفتي كيف بس في ناس عندهم نقص نحنا منركز حسب النقص فيه أحيانا أحيانا إذا كتير نقص بدنا نضطر لتسريب يعني مثلا إبري مثلا تكون عيار مثلا 600 ألف واحدة دولية أو مثلا 30 ألف واحدة دولية لحتى هو نرفع بسرعة لأنه دائما التسريب العضلي هو بيرفع بسرعة بعدين نمشي على مثلا المكملات أنه يأخذ مثلا ثلاث مرات بالأسبوع مرة بالأسبوع عشرة آلاف أو ثلاث مرات خمسة آلاف وطبعا نحنا هون نرمي من نقص بس نركز على مصادر فيتامين دي يلي كتير عالم بتغفل عنها ويلي هين فكرة أنه بس أشعة الشمس صفار البيض بالدرجة الأولى هو مصدر مهم لفايتامين دي الكبدة والتونة وزيت كبدة الحوت كمكمل غذائي يعني هو زيت السمك والبقلة وبزور الكتة هدول فيهم فيتامين دال بنسبة منيحة فأنا إذا كل يوميا يوميا هاي البقلة أول مرة أسمع فيها منك هذا سيرش أو هلأ كتير مهمة لأنه الناس بتاكلها كتير بالفتوش ايه تمام فهي فيها بس النسبة بسيطة بس أهم شي صفار البيض التونة يعني أنا بنصح فيها لحد ما هي كبديل عن السمك لأن السمك ما كتير متوفر بس هي ما كتير صحية لأنه معلبات بس إذا الواحد ما تأمن معه يعني إلى حد ما أو يحاول مثلا يغسلها قدر الإمكان بالمي حتى بس تروح منها هالشوائب أكيد بالخيطان بدنا نشكرك على كل النصائح اللي أدمتنا يعني إن شاء الله يكون مشاهدين استفادوك أنت معنا اختصاصية التغذية العلاجية دعلي حسام شكرا لك لوجودك معنا